طول عمري بتمنى إذا عملت لقاء مع شاب عامل مشاهد جريئة بفيلم اسأله أنت وعم بتشوف الفيلم وتشوف المشاهد الجريئة يعني مو شو شعورك كيف بيكون هلا في ناس كتير انتقدتني على هذا المشاهد بس أنا كنت عم أدم هاي المشاهد ضمن صيغة عامة لهذا الفيلم هذا الفيلم من إخراج مخرج مهم اسمه يوسري نصر الله إنتاج أمبير بلزان واحد اسم كبير في عالم السينما والإنتاج السينمائي معروف زائد أنه الموضوع مهم جدا وكانت المشاهد مالا مجانية على الأطلاق هي مشاهد تثبت لك بأنه الإنسان أو المناضل أو البطل هو شخص بالنهاية يحب وعنده مجموعة من الغرائز في الحياة موجودة بس ومت مو بس بيقاتلوا بيطروا بيروحوا ايه بس هلا أثناء كم ممثل بيقدر يفصل بهذا يعني مثلا أستاذك هلا شو رأيك أنت بس هلا حتى لن نفصل ولا لها أستاذك الأستاذ غسان مسعود قال بيرفض العمل بيولود إذا إجاء دور فيه مشهد حميمي أهلا هيك على نية أهلا على الهوى أنا شايفه بلقاء تلفزيون أنا أشك أنا أشك أنه أستاذ غسان مسعود قال أنه هذا جساد وهذا خاص وهذا أهلا على الهوى بلقاء تلفزيون ما بعرف بس أنا من الناحية الفنية أشك بأنه أستاذ غسان مسعود كونه تربطني فيه علاقة متينة يعني علاقة يعني صداقة وفكرية يعني بشك أنه هو يكون بيرفض لهذا الشي من حيث المبدأ على الإطلاق بجوز يكون هو عنده تحفوظات ذاتية تجاه شخصه يعني أو هو مثلا ما بيحب ما بتعرف يعني أنه هو بيحسب حسابات لقدام المستقبل أو شيء كمان بنهاية أنا ما كنت عم بعمل شيء سيء جدا له الدرجة أممكن للناس يفكروا بإنемуر أصايف شو عامل أبسر شو عامل يعني ما شافوا الفيلم لا ما لعامل أملا بهولود إذا جاك عرض ما توقف عند أي تفصيل من هذا النوع جاني عرض كيف عند هذا عن هذا النوع عند أي موضوع عند أي تفصيل أنا أنا عم بسأل شو التفصيل ممكن توقف عنده إذا جاك عرض اللهogens taps коп bjoht على مشاهد الجريئة يعني أملا بلا أي مشاهد ممكن يكون على الفكرة ممكن يكون على الناص ممكن يكون كنت مرشح للاعب دور بفيلم سيريانا سيريانا بس الاسم كمان الاساس غسان بيعرف هذا الشي وهو اعتذر أيضا وأنا اعتذرت كان في الاسم سيريانا هو سيريا بس فيه N.A. بالآخير وبنفس الوقت لما قررت الفيلم الشهد لله يعني الفيلم ما في أي شيء موسيق بس خفت بس سمح الله يكون ينحط له شوت معين مدري من وين ونكون بشي نصير بشي هلأ بتبحث عن بتبعنا ملكي على سيريانا وأدوارك المهم بس بدي لك شغل يطلع الفيلم شريف جدا طلع الفيلم كويس جدا طلع الفيلم شريف والدور مهم جدا فيه تمييز الدور مو موضوع مهم جدا بس أنك أنت تلعب دور هلأو ثلاث مشاهد بفيلم طولة جورج كلوني إنتاج هوليوود فهو كويس ودور ما له يلا يعني تعه عرفت لأ دور إذا بتشيله بينقص شي من الفيلم يعني هلأ بتقبلت أخذ دور ثاني سرط باسل؟ دور ثاني؟ ايه بالعموم كيف يعني دور ثاني؟ دور ثاني مو دور بطولي بمسلسل أو ما له حضور؟ أنا بحب التحدي يعني أنا بحب التحدي أنا لما بيكون في ممثلين قوايا بحب إلعاب يعني دور ثاني دور أول دور خمسة عشر بس بحب المنافسة أعطيني دور ثاني لنشوف بيطلع حسن الدور الأول ولا لأ آه يعني بحبها 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 إلا أنت بتبحث عن التمييز يعني بتعمل التمييزك حتى لو كان دور ثاني؟ ليش لا هيك أصدق ليش لا؟ ليش لا؟ ما بعرف يعني؟ بس هي فكرة دور أول ودور ثاني ضدها أنت؟ مو موضوع ضدها يعني بس شبه؟ ما بعرف يعني شو حصرتك يعني؟ لا مو هيك لقصة بس لأنه يعني هي بدك تسأل يعني أنه في ممثل ولا ما في ممثل يعني هيك يعني إذا إليك جملة بالمشهد ما بتمر وأنا هيك بعرض بالتصوير بس بيضيف بيشيل بيحط لحتى أخي منشتيج